السلام عليكم ورحمة الله لا يزال الحديث متصل حول عمليات الفصل باستخدام الـ Liquid Extraction وحقيقة في كثير من التطبيقات اللي سالف ذكرها بتطبيقات الـ Liquid Extraction بنجد بأننا نستطيع إننا ننجزها بواسطة الـ Distillation مثلا في حالة بعض الـ Light Hydro Carbons نجد بأنه الـ Distillation ممكن يكون حل في حالة التنفيذ Under Vacuum فبذلك الفصل الـ Distillation التقطير Under Vacuum will reduce the boiling point وبالتالي قد نستطيع إننا نحافظ على المركب ونجد بأنه يمكن أن يفصل بواسطة الـ Distillation هنا حنجري مقارنة بين الـ Liquid Extraction والـ Distillation and these are two rival processes that can be implemented in certain conditions however بالرغم من التنافسية بينهما إلا إننا نفضل الـ Liquid Extraction عن الـ Distillation لأسباب الآتية أولا نجد بأنه الـ Distillation it requires an excessive amount of heat لا بد من إضافة حرارة حتى ولو كان الفصل يتم Under Vacuum فبالتالي this can cause a problem إن قررنا بأننا We go for Distillation Under Vacuum هنجد بأنه زادت التكلفة الاقتصادية مع انتفاء الحوجة للحرارة فهذا يضع الـ Liquid Extraction في المقدمة مقارنة بـ Distillation كذلك عملية الفصل بواسطة الـ Distillation تشكل مشكلة عند تكوين الـ Azeotropic Compounds وهي عبارة عن خلائط لا نستطيع فصلها بواسطة الـ Distillation لأنه تراكيز الأبخرة المتكونة تساوي تراكيز الـ Liquid والمراد فصله بواسطة الـ Distillation فبالتالي لن ننجح في عملية الفصل بواسطة الـ Distillation هنا نجد بأنه هنا نجد بأنه الخيار الأمثل هو Liquid Extraction نجد بصورة عامة بأنه متى ما كانت عملية إضافة الحرارة إلى النظام has to be avoided Liquid Extraction يتصدر ويجعل هذا الخيار هو الخيار الأمثل Liquid Extraction is generally used when the components are quite different in nature خلونا ننظر إلى كيف يحدث الـ Liquid-Liquid Extraction هناك ثلاث خطوات أساسية تتبع عند الفصل بواسطة Liquid-Liquid Extraction هنا الbringing the feed mixture and the solvent into contact و this usually involves mixing the separation of the resulting two phases the removal and recovery of the solvent from each phase هذه العمليات يمكن أن تحدث batch or continuous